بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة مهدات لما بنقعد من إدين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبنسمع كلامه بنحس إن الدنيا بتتسع اتساعاً غريباً حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مش بيدي مفتاح الجنة ده بيدي مفتاح المعرفة كمان ولذلك هو أقوتي يا جوامع الكلم ولذلك إحنا عندنا حديث نتكلم عنه النهاردة ونقعد من إدين حضرة النبي وتعالوا نسلم على حضرة النبي السلام عليك يا رسول الله اللهم صلي وصلي مبارك على سيدنا محمد يعني الذي به تنفاتح كل المغليق وبه تيسر كل الأمور وبه تنشرح الصدور يا رسول الله اسمح لنا أن احنا نقرأ بعض جمالك يا رسول الله حديث النهاردة وحديث بيروي سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينة أو تطرد عنه جوعة ولئن أمشي يا أبي أنت وأمي يا رسول الله ولئن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا ومن كف غضبه سترى الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضى ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدم يا الله على هذا الجمال لهذا الحديث هذا الحديث ينفع نخليه منهج تربوي للمدارس ينفع نخلي الحديث ده منهج لعلاقة ما بين الأصدقاء ينفع نخلي هذا الحديث منهج في تربية أولادنا في البيت ينفع أن احنا أول ما نبتدي كده في تربية أولادنا أو ده اللي بنسميه بقى في السنة الجديدة بنسميه حديث حضاري يعني حديث يبني حضارة تعال نشوف الحديث من أوله ونربط ما بين أجزاء الحديث اللي هتعمل لنا منظومة ده يعمل موديل يعمل منظومة ممكن بيها ننشئ الصغار ونجعل الكبار يتزكون إذن هذا الحديث من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لا يفتح لنا طريق للعيش بل يفتح لنا طريق على الحضارة على الوسع على الوسع للإنسان كله سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيقول أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ده نصه الكامل أن الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحبوا إلى الله سؤال مهم طيب هو الناس بقى بتبقى أحب إلى الله كده مجردا قال لا لازم السؤال التاني ولزاك ده من الحاجات وكأن سيدنا عبد الله بن عمر قاعد منسج من الأسئلة أي ماذا أي الناس أحبوا إلى الله كويس لازم بعدها وأي الأعمال أحبوا إلى الله ما هو الإنسان قيمته بما إيه بما ينفع وقيمة المرء بما يحسن وقيمة المرء أيضا بعمله الصالح وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب فقال فقال صلى الله عليه وآله وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس يبقى إلا حاصل يبقى أحب الناس إلى الله من من كثر نفعه لمن للناس لم يقل للمسلمين ولكن للناس وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين والنف معنا فعل الصالح للغير أن أنت تنفع الناس فتفعل الصالح لهم يبقى إلا حاصل أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم نشوف بقى نعمل إيه السرور لي تدخله على مسلم هيأتي بقى وكأننا عنفصل بقى أو تكشف عنه كربة يعني تشير عنه الغم يبقى سرور تدخله على مسلم وإلا حاصل أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا وخلي بالك هنا مسلم المقصود بالمسلم لهنا مش بس عشان الكلام عن قضية الديانة لكن الكلام عن المسلم هنا لأن في حقق مشتركة لازم تقوم بيها وهو سيتقبل هذا منك بغير أن يشعر بأن هناك منه ولا يشعر بأي غرض آخر يبقى هنا تفرج عنه كربة أو تقضي عنه دينا يبقى إيه اللي حاصل وكأن كل واحدة بتتسلسل الكرب كثيرة وأكثر كربة ممكن تعملها الدين الذي يوزلهم بالليل همهم بالليل يوزلهم من دهار أو تطردوا عنه جوعا أو كمان من الزل كمان الجوع مزل الجوع مزل أو إيه اللي حاصل تطرد شوف كلمة حديث الرسول تطردوا عنه جوعا تمشيه تخلي الجوع يهرب لأن الجوع ده كأنه شرس فكأنك لما بتقاومه بتدفع وحش ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم لنا حاجة لطيفة أوي وهي مسألة الخدمة مفهوم الخدمة في أجل لسعره إلا هينباني عليه فالسفت التطوع كلها ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد دي يعني مسجد المدينة شهرا يعني إيه؟ يعني الرسول الله بيقول إنه لو مش في حاجة حد وقضى حاجة حد وخدم حد وتطوع إيه اللي حاصل؟ ده أحب إلى رسول الله يعني هيبقى أفضل عند الله وعند رسول الله من الاعتكاف لمدة شهر ليه؟ لأن أنت تمشي في حاجة أخيك إيه اللي حاصل؟ دي عبادة متعدية لكن الاعتكاف عبادة لازمة فالمتعدي أفضل من اللازم بس شوف رسول الله معبرش بالأفضلية عبر بالحب وكأن هذا مغموس في الحب يعني عادة الفعل أن أنت تمشي في حاجة الناس مغموس في الحب وكأنه هو ده أحد أبواب الحب والخدمة والتطوع هو أحد أبواب الحب ألا أدلكم على شيء إن فعلتم وتحاببتم أفشوا السلامة بينكم وإن اللي حاصل؟ ورسول الله يقول إن الخدمة كمان من إفشاء السلام ترجمة نانسي قنقر